تعالوا نحاول ناخد البطولة من ورا لقدام كده تعالوا نبتدي نتكلم عن المنتخب الاسباني اللي ما اعتقدش ان هو محتاج صبورة النهاردة بعد ما عمل حفلة من الاهداف في مرمى كوستاريكا وعمل اكتر من الف تمريرة في المباراة المعدل بتاع الاندية اللي بتلعب على الاستحواز والاندية اللي زي برشلونة اللي بتلعب على التيكي تاكا بتعمل حوالي 500 تمريرة في المباراة 500 بتوصل لل600 ده المعدل الطبيعي للطريق اللي بيلعب على الاستحواز ومسك الكورة والوان سايد جيم المباراة التي تكون من طرف واحد لكن نهاردة احنا بنتكلم على ان فوق ال500 تمريرة من الشوط الاول للمنتخب الاسباني وفوق الالف تمريرة من المباراة وانا هنا بحترم لويس انريكي وابحترم منتخب اسبانيا جدا منتخب اسبانيا قررت ان هي تتميز ان هي يكون عندها كورة مميزة خاصة بيها كورة ان اجدها المنتخب الاسباني وطبقها بلا نقاط ضعف بكل تأكيد سيكون المرشح الاول او مرشح على الاقل من ابرز المرشحين للفوز بكاس العالم الكورة دي معتمد على الاستحواز على استعادة الكورة في اللحظة اللي انا بفقد فيها الكورة والحاجات دي مش مجرد نظريات كل المنتخبات بتبقى عايز اتطبق ده لكن اجادة انك تحتفظ بالكورة مهما كان منافس المنافس لو واقف عشرة وراء الكورة اعرف احتفظ بالكورة وعرف اوصل بيها لمناطق جزاءه بسرعة زي بالظبط لو المنافس بيضغط علي وانا عايز اوصل بالكورة بنفس السرعة يمكن دي الحاجة اللي بتميز بارشلونة كانت مع بيب جوارديولا انه بيلعب بنفس السيستم بنفس الطريقة قدام اي منافس اللي بيعتمد على الدفاع زي اللي بيعتمد على الضغط زي اللي بيعتمد على التحول زي اللي بيعتمد على الكورات الطولية زي اللي بيعتمد على الكورات القصيرة اللي بيبني اللعب من تحت زي اللي بيلعب كورات مباشرة على الجول أنا بلعب بنفس الأسلوب إن أتقنته وكان معايا الأدوات المناسبة ليه بكل تأكيد سأفوز منتخب أسبانيا رهانه على كده الرهان ده بكل تأكيد سيصطدم في مرحلة ما بفرقة بتدفع أفضل بكتير من كوستاريكا بفرقة بتلعب بأسلوب مختلف شوية وعندها حاجة في الكورة هنا هيتباني القوة الحقيقية لمنتخب الأسباني لكن النهاردة على الأقل إحنا أدركنا إن النظام الأسباني يعمل بامتياز وبنجاح لمنتخب أسبانيا اللي أنا برشرحه إنه هو يكون واحد من المنتخبات اللي هتوصل للمراكز الأربعة الأولى في كأس العالم